موسيقى نشرة الأخبار من قناة يواتي فيا الأكرانية في العاصمة كييف مشاهدين أهلا بكم معكم صفوان جولاق والبداية بأبرز العنوين موسيقى قريبا من سواحل مدينة أوديسا جنوب البلاد بدء مناورات عسكرية أوكرانية أطلسية في البحر الأسود رئيس الوزراء الأوكراني يعلن التوقف عن شراء الغاز الروسي منذ عام ونصف العام وعن سعيا نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة البرامج الكوميدية سلاح فعال للحشد والترويج لسياسات الكريملين العدوانية في داخل روسيا وخارجها موسيقى أهلا بكم أهداف روسيا من احتلال شبه جزيرة القرم وتدخلات الكريملين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة مواضيع ناقشها الكونغرس الأمريكي خلال جلسة استماع علنية ردا على أسئلة أعضاء الكونغرس حول الحرب الهجينة التي تقودها روسيا على أراضي دول أخرى قال رئيس وكالة الأمن القومية الأمريكية الأدميرال مايكل روجرز إنه يتوقع عدم إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا رغم الدعم الدولي لكييف الذي يغضب موسكو ما رأيناه في شبه جزيرة القرم دليل على عزم روسيا التنصل من مسؤوليتها عما اقترفته هناك وكان الرجال الخضر لا يحملون أي علامات تدلل عليهم وهذا أيضا يدل على أن روسيا كانت تسعى لتقسيم أوكرانيا روسيا لن تعيد القرم لأوكرانيا وقد عبرت مرارا على مسمع من العالم كله أنه لا توجد لديها نية لإرجاعه وأنا متأكد من أنه من وجهة نظرهم فإن أوكرانيا تمثل أحد المصالح الوطنية العليا لروسيا وهدف الكريملين هو الهيمنة على حق تقرير المصير في أوكرانيا وفي موضوع آخر أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يدعم فكرة إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا وذلك تجنبا للمخاطر التي قد توقف عمليات الإصلاحات القائمة وتؤثر على الاستقرار السياسي فيها أيضا ممثلية المفوضية الأوروبية كاتيرينا ماتيرنوفا اعتبرت في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الانتخابات لن تكون في مصلحة كييف والاتحاد الأوروبي معا وأضافت أن الاتحاد مهتم باستقرار الحكومة الأوكرانية ووضع اللمسات الأخيرة على جميع الإصلاحات من قبلها قبل نهاية فترتها الدستورية أكد رئيس الوزراء الأوكراني بولوديمر هرويزمان أن أوكرانيا توقفت عن شراء الغاز الروسي ولم تشتريه منذ عام ونصف العام معتبرا أن هذا الأمر خطوة هامة على طريق الاستقلال في مجال الطاقة وأعلن هرويزمان أن أوكرانيا زادت إنتاجها من الغاز خلال العام الحالي 2017 ليصل إلى 500 مليون متر مكعب تعمل الحكومة الأوكرانية وفق رئيس الوزراء على تحرير سوق الفحم في البلاد أيضا حيث أنشأت لجانا خاصة لهذا الغرض وتدرس إمكانية شراء الفحم من الولايات المتحدة وأستراليا وحتى جنوب أفريقيا حتى لا تشتريه من الجارة المعتدية روسيا أكد الاتحاد الأوروبي أن قراره بشأن تخصيص شريحة ثانية من القروض لأوكرانيا بقيمة 600 مليون يورو يبقى صاري المفعول ويتوقع أن تقدم هذه الشريحة في أواخر مارس الجاري وفي الوقت نفسه تشير ممثلية الاتحاد في أوكرانيا إلى أن بروكسل تواصل مراقبة الوضع عن كثب حول مسألة الشريحة التالية من قروض صندوق النقد الدولي هذا وكانت الهيئة المالية الدولية قد قررت تأجيل النظر في الشريحة التالية المخصصة لأوكرانيا بمبلغ مليار دولار وذلك بسبب حصار فرضته كييف على الأراضي المحتلة في إقليم الدنباس حيث سيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على شركات أوكرانية فيها بعد الدخول شركة راينر الإيراندية لسوق الطيران الأوكراني تستعد شركات طيران أخرى لذات تكلفة منخفضة لدخول هذا السوق أيضا بحسب ما صرح به وزير البنية التحتية الأوكراني فولوديمر أوميليان الوزير الأوكراني أكد أن كييف تسعى إلى إنشاء شركة طيران وطنية خاصة بها مما سيضمن جو المنافسة الحرة وخدمات عالية الجودة بأسعار منخفضة هذا وكانت شركة راينر قد بدأت العمل رسميا في أوكرانيا بتاريخ الخامس عشر من مارس الجاري حيث تعتبر هذه الشركة الأقل تكلفة بين شركات الطيران الأوروبية والعالمية تعمل في أوكرانيا حاليا العديد من شركات الطيران الاقتصادية مما يسمح بالتنقل من أوكرانيا إلى غيرها من الوجهات بأسعار منخفضة إلى شرق البلاد حيث يبقى الاضطراب سائدا في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس وزارة الدفاع أعلنت مقتل ثلاثة جنود في صفوف الجيش الأوكراني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الانفصاليون الموالون لروسيا شنوا أكثر من ستين هجوما على مناطق متفرقة باستخدام قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة منطقة دونيتسك شهدت اعتداءات متكررة للانفصاليين وخاصة على مدينة أفديفكا بينما تبقى مدينة ماريوبول الاستراتيجية تواجه على مدار الساعة خروقات أمنية استخدم فيها المسلحون الروس المدفعية الثقيلة بشكل كبير منطقة تلوكوفكا وليبيدينسكي هجمت بأنظمة المدفعية من العيار الثقيل كما تعرضت بلدات شيروكنا ونيكالايفكا ونوفاترويتسكي وكراسنا هاريفكا باستخدام قذائف الهون من عيار 122 و82 مليمترا المسلحون الروس قاموا أيضا بمهاجمة هنوتفا وفاديان بالأسلحة الخفيفة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل من العيار الثقيل الضحك أداة للتأثير والدعاية مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لحلف شمال الأطلسي أكد أن الدعاية الروسية تستهدف البرامج الترفيهية والكوميدية ضمن سياستها الإعلامية العدائية ضد الحلف الأطلسي والدول المتحالفة معه أيضا الدراسة أعدت بطلب من وزارة الدفاع اللاتفية حول عدد من البرامج التلفزيونية الكوميدية في روسيا تفاصيل أكثر في هذا التقرير 150 صفحة حصيلة الدراسة التي أجراها خبراء مركز الابتكار والاتصالات الاستراتيجية للناتو وبحثت فيها أكثر العروض الكوميدية الروسية شعبية ورفقا للبروفيسور سيجيتي ستروغر من جامعة لاتفيا فإن هذه البرامج غالبا ما تكون جزءا من الحملة الإعلامية للنظام الروسي الذي يوظف هذا النوع من الفكاهة أيضا عندما يكون بحاجة للسخرية أو لتشويه سمعة زعيم غربي قمت بتحليل العروض الكوميدية للقناة الأولى للسنوات الثمان الأخيرة ولاحظوا أن الطريقة الكوميدية التي يصور بها الزعماء الغربيون فيها كثير من التضليل والتشويه وتعتمد أساسا على طبيعة العلاقات الروسية مع البلدان الأخرى وفيما يتعلق بالساسة الأمريكيين يعمد كتاب السيناريو الروس عبر أسلوب يمنهج وثابت لوصف الأمريكيين عموما بغير المثقفين ويصورهم على أنهم معاقون جسديا ويعانون من الانفصام وزارة الخارجية الروسية لم تأخذ هذه الدراسة على محمل الجد حيث جاء على لسان المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخروفا تعليقات لا تخلو من السخرية القول أن الدراسة وصلت لعد غالوستيان وريذا موجهان استراتيجيان أمر لا يفاجئني ولا يثير دهشتي مقدم برنامج كيفي أن أليكسندر مسليكوف تربطه علاقة وثيقة مع الكريملين كما تقول الدراسة مسؤولون كبار من بينهم بوتين يحضر شخصيا العرض كما تشير الدراسة أيضا إلى وجود السلة وثيقة بين كيفي أن والهيئات العسكرية الروسية الجدير ذكره أن مسليكوف تلقى جائزة في يناير الماضي من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لدوله في تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات العسكرية الروسية قريبا من سواحل مدينة أوديسا بدأت في منطقة البحر الأسود جنوب أوكرانيا تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات البحرية الأوكرانية ومجموعة سفن حلف الشمال الأطلسي وفقا لما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فإن المشاركين في هذه التدريبات سيتعلمون الكثير من التقنيات الحديثة كالمناورات التكتيكية والاتصال والبحث ونزع الألغام سفن الحلف الأطلسي وصلت من أوديسا في السابع عشر من مارس وهي تتضمن أربع سفن من بولندا وإسبانيا وألمانيا وتركيا وتشارك أوكرانيا بسفينة جينيتشيسك بدأ جهاز الأمن الأوكراني فتح أرشيف جهاز الاستخبارات السوفيتية السابق كي جي بي وذلك في إطار سعي البلاد لكشف الحقائق التاريخية يشارك في هذه العملية علماء وأكاديميون ومختصون في الأرشيف إلى جانب العديد من نشطاء المجتمع المدني يأتي هذا الأمر عشية استعداد البلاد للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الأوكرانية ويخطط جهاز الأمن الأوكراني لإنشاء قسم خاص بمختلف الوثائق والمنشورات التي ستكون مفتوحة أمام الجميع ويعتبر كثير من الخبراء أنه في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا فإن الكشف عن هذه الصفحات التاريخية أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى يجب أن يكون تحليلنا معمق ومحدد ولكن بذات الوقت موضوعي وبناء عليه نستخلص النتائج والدروس من صفحات تاريخ المخابرات الأوكرانية التي لن تتكرر فما الذي سيكون عليه جهازنا غدا يعتمد على العمل الذي نقوم به اليوم تتجه أوكرانيا نحو منع المغنية الروسية يوليا سامويلوفا من المشاركة في مصابقة الأغنية الأوروبية يورو فيجن التي ستقام في أوكرانيا خلال شهر مايو المقبل جهاز الأمن الأوكراني أعلن أن الوثيقة المتعلقة بهذا الأمر جاهزة لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد يعود سبب المنع إلى سفر المغنية بشكل غير قانوني إلى شبه جزيرة القرم المحتلة ودعمها لاحتلالها من قبل بلادها روسيا حيث يمنع القانون الأوكراني السفر على الفنانين والسياسيين وغيرهم من الرموز إلى هناك مشاركة المغنية الروسية تسبب جدلاً واسعاً في المجتمع الأوكراني وفي الأوساط السياسية ووسائل الإعرام لكن موقفي كرئيس لجهاز أمن الدولة في أوكرانيا هو تطبيق القانون على الجميع هي لم تزر القرمة فقط ولكنها تحدثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن السلطة في أوكرانيا موقفي واضح وأظن أن ليس لديها الحق في أن تأتي إلى أوكرانيا وليفسح المجال للنقل الأخضر صديق البيئة جنباً إلى جنب مع أيسلندا والسويد والنرويج والصين دخلت أوكرانيا ضمن قائمة البلدان الخمسة في العالم التي تشهد نمواً في استخدام السيارات الكهربائية وفقاً لموقع خاص بالناقلات الكهربائية فإن أوكرانيا تتقدم دولاً كثيرة في أوروبا الشرقية من حيث البنية التحتية في هذا المجال وتجاوزت بذلك حتى الجارة الغربية بولندا وفقاً لإحصائيات شهر مارس 2017 فإن هناك أكثر من 600 محطة لشحن السيارات الكهربائية في أوكرانيا ولدعم هذا التوجه ألغت الحكومة الأوكرانية رسوم استيراد السيارات الصديقة للبيئة دعماً للغة التترية ولحث الأطفال على استخدامها جرت في العاصمة كييف مبادرة للقراءة بهذه اللغة في جو أسري الضيوف الرئيسيون كانوا أطفالاً من شبه جزيرة القرم قدموا مع أوليائهم وقصت لهم القصص والحكايات أمين جباروف نائب وزير الإحلام إلى جانب الأطفال كان فريق يو اي تي فيي الذي عاد بهذا التقرير دور المسؤولة الحكومية الجادة الذي كانت تؤديه أمين جباروفا تغير اليوم فهي اليوم أصبحت راوية لقصص الأطفال تقرأ لهم حكايات بلغتهم التترية الأم وهي بهذا تنشر الأدب التتري وتنقل صوراً رائعة من الحكايات وتعلم الأطفال أشياء جديدة أعلم أطفالي من خلال الحكايات ما يحدث الآن في أوكرانيا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث وتربية الطفل بمعزل عما يدور حولنا يبدو لي غير عادل فهم لديهم الحق في معرفة كل شيء وبطبيعة الحال إصال المعلومة للطفل يجب أن يتخذ شكلاً خاصاً حتى يستوعبها ومن خلال الحكايات حاولت أن أخبرهم بضرورة الدفاع عن مستقبلهم قصائد الحب أيضاً قرئت بلغتهم الأم بعدها قام الأولاد بصنع علمات تبويب لتثبيتها في صفحات الكتب تحت إشراف الأساتذة تأخذ صفحة كتاب وتوضع هذه الورقة بداخلها ثم يطوى الكتاب وهنا لدينا علامة التبويب الأطفال تعلموا اليوم كيفية عملها وأخذوا معهم هذه العلامات وفي المقابل أعطوا الهدايا للأطفال الأيتام بعد قراءة الكتب نقوم بجمعها وإهدائها إلى دور الأيتام هذه الفعالية تقام بلا مقابل ونطلب من الجميع إن أمكن إحضار كتب للأطفال الأيتام القراءة أصبحت تقليداً أسرياً مهماً وعد عن أنها تعد من الأعمال الخيرية فيجب التذكير بأهمية الكتب والتربية المنزلية يخطط منظمو هذه الفعالية لإصال هذه المبادرة لجميع مدن أوكرانيا أكثر من ألفي ملياردير في العالم مجلة فوربس نشرت قائمة بأغنى الشخصيات حول العالم التي شملت ستة أوكرانيين الملياردير رينات أخميتوف جاء في المركز 359 عالمياً بثروة قدرت بأربعة مليارات ونصف المليار دولار فيما كان مصنفاً خلال العام الماضي في المرتبة 771 كما ضمت القائمة أيضاً كل من هنادي بوغولوبوف ويوري كوستيوك وكونستانتين جيفاغو وإهور كولومويسكي وفيكتور بنشوك المركز الأول عالمياً جاء لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس الذي تجاوزت ثروته الـ 86 مليار دولار أمريكي نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناه لكم من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كيغ مشاهدين شكراً على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر شكرا